انا عموما يعني في الحاجات اكتريت الحاجات مثلا في الاكل ويعني لو قلل امتك في النحافة والكلام ده يعني? اللي انت عايزه اسأل اي سؤال. يعني مثلا اه لو الواحد في بيقولك فيه مأكولات بيتزود اه عشرة كيلو في الشهر. اللي مش عارف المأكولات دي عبارة عن الفواكه والكلام ده. هو الكلام ده فعلا صحيح? عشرة كيلو في الشهر. الكلام ده خرافة. خزع بلاد دجل شعوزة. ليه بقى? دين اي حد يعني ما عندوش علم او هيقول الكلام ده. هيقول الكلام ده ليه? لان هو عايز يجيب مسلا مشاهدات لشيء معين فيقول هذا الكلام. لكن جسم الانسان ده هو اعقد تكوين موجود في العالم. فلينفع ليك? مش هينفع ليه? مش هينفع ليه? مش هينفع لي خالد اللي قاد برة ما متلقح. كل واحد كل واحد كل واحد ليه طبيعة جسم. ازاي انت حكمت ان كل الناس اللي هتمشي على نفس النظام هتوصل لنفس النتائج? هل دخلت جوة جسم كل واحد وعرفت المشاكل الصحية اللي موجودة عنده اللي مسبباله النحافة? وبناء عليها كررت ان كل الناس عندها نفس المشكلة. وان احنا لو يعني عالجنا نفس المشكلة هتوبا. لا الكلام ده سؤال. من غير اضع كلامة. الجميع اللي بيقول لك جميع الحلويات يعني اي حاجة فيها حلويات شديدة يعني بتدي تدخم جامد. يعني بيقول لك في ناس بتزيد في الاسبوع ازد من اربعة كيلو تلاتة كيلو في الحلويات لو تقل في الحلويات. قال الكلام ده صحيح? الحلويات والنحافة يعني انت بتقول هل الحلويات بتعالج النحافة يعني ولا ايه? ده سؤالك صحيح? لا انا بتكلم يعني على تزويد الجسم يعني لو البناتة بنحيف لو في نحافة. الحلويات بتديروا زيادة. انا بتكلم عن الزيادة مش اللي هو التخين ويخص. انا بتكلم عن الزيادة. ماشي انا بتكلم ان ان فيه شخص عايز تخليه زيد في الوزن فبتقوله كل حلويات كتير والحلويات دي تتساعدك ان انت زيت في الوزن. ماشي. مش انا اللي بقول. ماشي ماشي. اللي بيقول يعني نقلا عن كلام احد الناس. على العموم اهلا بك. آآ آآ خليني بس اقول لك آآ اقول لك حاجة بس عشان حاجة دي مهمة جدا عشان في ناس اصلا بتهبل آآ كلام كتير وهتلاقي ناس كتيرة جدا بكل واحد بيطلع يقول لك كلام وكل. ماشي. انا انا ما عنديش مشكلة. احنا ممكن ندخل الحلويات ضمن النظام الغذائي. لكن بنسب معينة ولا يصل لمرحلة الافراط. لان الافراط في اي شيء. حتى لو هو مفيد يصبح مضر. يعني انا مسلا دلوقتي بشكل بسيط. انا دلوقتي بشكل بسيط. الدكتور احمد اللي قاعد قدامك ده عايز زيت في الوزن شوية. فجيت لك فقلت لي لا والله ده في واحد كالكو نافى بالمكسرات. فيها سعرات حرارية عالية جدا. والسعرات دي هتخليك تزيت بشكل كبير جدا بس كلك مسلا كل ساعتين كلك مسلا وليكن خمس ست حتة كده كبيرة وهتلاقي نفسك. طبعا هيزيد في الوزن. لكن زيادة غير صحية ممكن يجيله مرض السكر. وتبقى دافعة قوية جدا ان هو يعيش بمرض موز من طول حياته. كنتيجة للأكل الغلط اللي هو اخده. فهو الشهد من الموضوع الكويس. اه. مش كويس ان انا ازيد. كويس ان انا ازيد زيادة بسيطة. حتى لو اه وي تبقى زيادة في حياته. اه. فضل. في عندنا صاحبي صاحبنا. اه. يعني من الاسبوع اللي فات يعني اعتبر الدخل في الاسبوعين هو. اه. يعني كان جسمه نحيف جدا بس اليومين دول بدأ يتقل في الحلويات جدا وبدأ يتقل في اكل كتير. بس زيادة غير طبيعية يعني عمل خدود. يعني بوز نفسه بمعنى صح. منوارت يا زي. زد بقى. اه. يعني والله يبص الحلويات زي ما انا بقول كده الحلويات بشكل عام عامة. اه لا مانع ان احنا ناخد منها بس طبع حاجة بسيطة حاجة بسيطة كده كل فترة والتانية. لكن هادية ان احنا ناخدها علشان نزود في الوزن الكلام ده. اه ليه عقبات صحية هو هيتحملها في القريب العاجل. يعني فيه حد انا اعرفه. وقريب مني يعني مش قريب مني انا بس يعني ممكن قريبا يكون جزء حد انا اعرفه. نقول قريب منك نقول قريب منك. اه اه نقول مثلا قريب مني. ايش هذا الشخص علشان يزيد في الوزن عشان هي مسلا عشان اه الشخص ده يزيد في الوزن علشان هو ادخل على جواز ولازم بغض ببقى الكارزمة بتاعت والشكل ومنظر قدام الناس والكلام اللي انت بتسمعه ده. اه قال لك لا انا هعمل. اقال لك اه بدأ يجيب حلويات كتير شوكولاتات كتير وبدأ يأكل بشكل مفتاري بشكل. الشخص ده ايه اللي هصل له? الشخص ده جاله هبوط بدأ يجيله اعراض السكر هو فكر ان ال فكر فكر ان الموضوع ده فكر ان الموضوع ده مش مرض فكر اه فخده الشخص ده لوحد بيعالج بيسموه علاج بالطاقة كده. فروح هناك وعمل شوية الحركات والابشخنات والبتاع اللي هم بيعملوها دي. و و و و رجعت برضو عندها نفس الاعراض الدخل اعراض مرض السكر بشكل اساس. راحت لدكتور اه انت عند تلي عندها مرض السكر اه يعني مفاجئ تلي عندها مرض السكر. كنتيجة ان هي فقط فكرت ان هي تزيد في الوزن اه اه موطل قوي ان دي حاجات فاسعورات حرية فنزيد في الوزن فنأكل حلويات ونأكل شوكولاتات اه جسمها ما استجابش على حاجة زي كده وكانت دفعة قوية جدا. فالاهم من زيادة الوزن هو معرفة ما هي طبيعة جسمك علشان نزيد زيادة صحية تتناسب مع طبيعة جسمك انت وليس احد اخر غيرك. الجسم المسح يعني من كم من كم في الوزن اللي كما نسمع من خمسة وسبعين لتمانين بالكتير اوه. مش فاهم. يعني الجسم يعني السح يعني الوزن المسح اللي بيتسح على الجسم وما بيدررش اي اضرار للاي اعضاء في الجسم. الوزن بتاعه بيبقى مثلا في حدود كام. اوالله بص دي يعني في هناك حزبة نقدر نعرف نهلوق وزن الصح في حزبة بسيطة وفي حزبة اه معقدة شويا هقول لك الحزبة البسيطة هنا عشان تبقى الموضوع سهل بالنسبة. في ناس تقول لك اعرف الوزن الصحي بتاعك ازاي ان انت تطرح من الطول بتاعك مية. في ناس تقول لك اطرح من الطول بتاعك مية وخمسة. في ناس تقول لك اطرح من الطول بتاعك مية وتلاتة. في ناس تقول لك اطرح من الطول بتاعك مية وسبعة. انا بقول لك اطرح من الطول بتاعك مية ورايح دماغك. ازاي بقى تطرح انا مسلا انت طولك مية وسبعين. يبقى انت المفروض الوزن الصحي اللي انت المفروض عليه تكون سبعين. انا وزني انا مثلا طولي مية وتمانين. يبقى المفروض الوزن الصحي المفروض اكون عليه يبقى ثمانين. لكن هذه القاعدة لنستطيع ان نحكمها على لاعبي كمال الاجسام. لان لهم قطلة عضلية كبيرة ولا نستطيع. عشان لو احنا بصنا على وزنه هنلاقي مية وعشرين كيلو. وطوله سبعين ولا خمسة وسبعين. والدكتور ده كده بكده عليك. لا مش كده بعليك. هناك لكل قاعدة السلسناءات. يعني لكل قاعدة السلسناءات. فما تجيبش مثلا ست حامل او مثلا حد بس بيلعب كمال اجسام او حد بيلعب رياضة معينة عنده قطلة عضلية ضخمة. وتيجي تقرنه. لا انا بتكلم عن الناس العاديين. اللي هي زينا كده. فاهم. فاهم. يا عم اه يا دكتور خير خير. اه وبعدين انا بس كنت بقى استفسر ان انا على الزيادات اللي بيأكل بقى يأكل حرويات دوترية فزيع يعني بص. وعمومة انا نبتكلمش على اي حاجة بس بتكلم انه هو يعني زاد. طب كليل. انا هقولك. انا هقولك على اضرار الحلويات علشان انتم بتوصلوا الكلام ده. اه هيزيد في الوزن. لكن هيكون عرضة للاكتئاب. الاكتئاب ده انه ممكن الشخص يوصل لمرحلة. يعني يعني نقول ايه مثلا. الشخص يوصل لمرحلة انه هو ممكن يا لقدر الله انه هو يفكر في ان هو ما يعيش علشان الحالة النفسية السيئة اللي جواه. انه هو مش قادر حالته خلاص انا الحياة بقيتش خلاص ما عنتش حس بطعم الحياة بتاعتي. فانا بقولك انه يعتبر من اكتر الحاجات اللي الناس بتروح لاطباء نفسيين يوميا. بسبب ايه? هو مفكر ان الاكتئاب اللي عنده ده ده ما سبب نفسي. لا ما هو كان سبب ضريبة انت اعملت في نفسك وعملت نفسك فيها دكتور. وخدت الحلويات عشان وزيت في الوزن برافو. لكن ما تلومش نفسك ما يجي لك اكتئاب. ما تلومش نفسك بزيادة الوزن اللي بعدين اللي انت ممكن برضو ما تقدرش تتحكم فيها بعدين. فزيادة الوزن برضو زي ما هو يعني اه السمنة انا عملت حلقة تلفزيونية قريبا يعني من من كم شهر كده. كنت بقول فيها ايه? بقول لهم يا جماعة ان السمنة سبب لا اكتر من ستين مرض. السمنة فقط سبب لا اكتر من ستين مرض ينتهي بالموت. ناس بتجي لنا يوميا عندها مشاكل في القلب. ما بتخس مشاكل القلب بتروح. ان في ناس بتجي لنا يوميا عندها. انا 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 من الشرقية مصري من الشرقية لكن قاعد في تركيا. انت حلال في تركيا? اه انا طبيب في تركيا. طبيب تخزيه في تركيا. تمام? على رأس الشرقية كله. الله يساعد. احسن ناس. احسن ناس. ما هي زكازيه برضه احنا تابعها برضو. زكازيه احنا تابعها برضو. يعني ديار بنجمي والزكازيه. да انا من الكاهرة انا من مدينة نصر. يا عام انا برضو قاعدت في مدينة نصر. اه اه قد في جامعة الازهر قد نصر والسادس والسابع والثامن والتبك. كل المناطق دية تلفتها وحافظها يعني لانا كنت جنبك هناك في مدينة نصر يعني. لانيưỡقص كبيرة في مدينة مصر دي. بس يعني طلعنا من مصر بقى بدلي شوية. تنور مصر في وقت يا دكتور. وتشرفت بمعرفتك. ونتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. نيتقابل كتير يعني. لو احتاجت اي حاجة في وقتنا تحت امرك يعني ربنا يا سعيدك. ربنا يباركك. بيب يا دكتور. الله يخليك. يلا مع السلام مع السلام. خلي بالك من نفسك. يومك سعيد حياتك والله سعادة.